بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله ما هو اللمم وهل يمكن للإنسان أن يجتانب هذا اللمم طبعا أيها الأحبة هذا الموضوع مهم جدا ويوقع الكثيرين في المهالك ويوقعهم في فتاوى خاطئة أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يتجنب الخطأ بنسبة مئة بالمئة لا يستطيع أن يتجنب الذنوب بنسبة مئة بالمئة لابد أن يكون هناك بعض الأخطاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أحبتي في الله الله تبارك وتعالى يقول عن أولئك الذين يعني جزاهم الله بالحسن يقول عنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة انظروا كم هذه الآية تعطيك اطمئنان هدوء نفسي سأعيد أيها الأحبة الذين هؤلاء طبعا عباد الله المتقين الذين سيجزيهم سبحانه وتعالى الجنة يقول في حقهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني لا يستطيع الإنسان مهما حاول أن يجتنب هذا اللمم ما هو هذا اللمم هذا موضوع بحثنا اليوم ولماذا قال مباشرة بعد كلمة اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اللمم أيها الأحبة سأضرب لكم مثالا بسيطا من الموسيقى بعض الناس يعتقد أنه لا يمكن اليوم تجنب سماع الموسيقى في وسائل المواصلات مثلا العامة أو الخاصة يمكن أن تسمع أغنية في المولات في المحلات في الأسواق حتى في البيت في التلفزيون حتى وأنت تتابع حلقة على يوتيوب يخرج لك إعلان مثلا فيه الموسيقى لا تستطيع أن تتجنب هذه الموسيقى طيب ما هو الحل؟ أنا بالنسبة لي أمامي حلان إما أن أعتبر أن هذا شيء حلال وانتهى الأمر أو أعتبر أنه محرم ولكن هو من اللمم الذي يغفره الله طيب ما الفرق بين هذين الشيء سأقول لكم أيها الأحبة القضية خطيرة اللمم هذا يمكن أن يتراكم على الإنسان ويقذف به في نار جهنم ولياذ بالله والذنوب العظيمة جدا يمكن أن يغفرها الله المقياس هنا ما هو مقياس المغفرة حسن الظن بالله يعني أنا أظن بالله عز وجل أنه قادر على أن يغفر الذنوب مهما عظمت بالفعل يغفرها الله النتيجة أن الله يغفرها لأن الله يقول أنا عند ظني عبدي بي إنسان آخر يظن أن الله لا يغفر الذنوب الصغيرة فتتراكم عليه الذنوب الصغيرة فتهلكه وبالفعل النتيجة أن الله لا يغفرها له ويدخل في نار جهنم ولياذ بالله إذن أيها الأحبة علميا أيهما أفضل أن أعتبر أن هذه الأغاني والموسيقى محرمة أم أعتبرها حلالا باعتبار أنني أنا لا أصغي لها بالا وأنا مضطر لسماعها لا الأفضل أن تعتبرها محرمة لماذا لأن كلمة حلال سيستسيغها القلب والدماغ والنفس وستزين لك النفس أن هذا الأمر حلال فتستغرق فيه وتصل إلى أشياء أخرى أعمق أما عندما تقول مثلا مثلا التدخين حرام لأنه ثبت علميا أنه يسبب سرطان الرئى بنسبة 100% لا شك في ذلك ويسبب سرطانات أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم يعني أنت بيدك تلقي بنفسك إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فعندما أعتقد أن هذا التدخين حرام طيب ربما أنا أدخن ولا أستطيع ترك التدخين ماذا أفعل يجب أن أعتقد أنه حرام وأنا أرتكب هذا المحرم ولكن كل يوم أستغفر الله منه وأتوب إلى الله وأسأل الله أن يصرف عني شر هذا الدخان وبالفعل هذا ما حدث معي قديما أيها الأحبة أنني تركت التدخين بهذا الأسلوب أسلوب الثقة بالله واعتقادي أن هذا أمر محرم لأن النفس كما قلت لكم عندما تحل لها شيئا النفس دائما يعني تسير باتجاه الشيطان إن النفس لأمارة بالسوء فنفسك تأمرك بالسوء كذلك الأغاني عندما أعتبرها شيء لا يحبه الله وشيء لا يرضي الله حتى لو كنت أسمع هذه الأغاني مع الزمن سأتركها وسأنفر منها لأن المؤمن عندما يصل إلى درجة عالية في محبة الله عز وجل يعني يصبح حساسا تجاه رضا الله تجاه المعصية يصبح حساسا جدا يعني هذا أمر لا يحبه الله أنا لا أحبه فطريا الله تبارك وتعالى لا يحب من العبد أن ينظر إلى النساء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بفطرتي الداخلية مع الزمن أصبحت بالفعل أكره النظر إلى ما حرم الله ليس خوفا من النار طبعا هو خوف من عقاب الله بالنتيجة ولكن إحساسي الداخلي أنا أنني لا أحب هذا العمل لأن الله لا يحبه والنبي لا يحبه عليه الصلاة والسلام طيب ما هو اللمم إذن اللمم أيها الأحبة هو كل الذنوب الصغيرة التي يرتكبها الإنسان وما أكثرها وما أكثرها يعني أنت قد تخطئ بكلمة في حق شخص والله تبارك وتعالى يقول عن من يغتب أخاه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كأنك آمدت هذا الأخ وأكلت لحمه وهو ميت هذا أمر كريه وفضيع يعني نفس الإنسان تأبى ذلك عندما تخوض وتتحدث بكلمة لا يحبها أخاك مثلا طبعا ليس أخاك في يعني أخاك ابن أبيك وأمك أو أخاك في الإيمان لا أخاك في الإنسانية الإسلام نهانا أن نتحدث بسوء عن أي شخص إلا طبعا في مواضيع محددة تتعلق بإيضاح حقيقة مثلا المشككين والملحدين مطلوب منا أن نحذر الناس منهم ولكن لا نرتحدث عن الجوانب الشخصية في حياتهم حتى الملحد لا يجوز لك أن تغوص في حياته الشخصية تتحدث بما يتفوه به بلسانه وتنتقد هذا القول وتصحح للناس المعتقد أما حياته الشخصية لا يجوز ولكن إذا تحدثت في حياة إنسان حياته الخاصة وتبت إلى الله هذا من اللمم طبعا إذا لم تسبب له ضررا كبيرا سيصبح من الكبائر يعني لاحظوا أيها الأحبة الكبيرة مثل الزنا عقوق الوالدين من الكبائر أيها الأحبة ولا تقل لهما أف بعض العلماء اعتبر أنك إذا قلت لأبيك أو أمك أف هكذا من الكبائر ويخشى أن هذه الكلمة تمنع عنك دخول الجنة والعياذ بالله لذلك أحبة في الله هذا اللمم تعريفه هو الزنوب الصغيرة التي لا ترتقي لمستوى الكبائر لذلك قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الزنا السرقة أكل مال اليتيم ظلم الناس من الكبائر أيها الأحبة الربا من أكبر الكبائر الربا والعياذ بالله عقوق الوالدين ترك الصلاة من أكبر الكبائر فأنت إذا تجنبت هذه الأمور العظيمة ولابد أن تخطئ كل إنسان خطاء لا يستطيع الإنسان أن يكون كالملائكة لا بد أن يكون هناك خطاء ولكن ما الذي يميز الأنبياء ما الذي يميز الأنبياء وهم أفضل الناس على الإطلاق كثرة التوبة إن الله يحب التوابين كلمة تواب صغة مبالغة من تابة تائب تواب كثير التوبة يتوب باستمرار النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله أكثر من سبعين مرة كل يوم يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الأنبياء عليهم السلام كانوا كلهم يستغفرون الله باستمرار من هذه الذنوب التي هي اللمم معلالم أنهم معصومون أحبتي في الله النبي معصوم ولكن ربما النبي إذا غفل لحظة عن ذكر الله ربما يعتبر ذلك ذنب يعتبر ذلك ذنب أو من اللمم فيستغفر الله معلالم أنه شيء طبيعي أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذك إذا غفلت عن ذكره قليلا وانشغلت بالدنيا مادم تؤدي الصلوات المفروضة وغيرها من أركان الإسلام الشيء الثاني أيها الأحبة الإنسان أحيانا يضطر لي أن يعني يكذب مثلا كذبة ليصلح بين شخصين يضطر أن أن يتكلم بكلمة ليتجنب شر إنسان بدون أن يؤذي أحد هذه الأمور أيها الأحبة الصغيرة هي من اللمم فعندما أنت تعتبر أن هذا اللمم هو هي ذنوب وآثام ولكنها قليلة والله سبحانه وتعالى واسع المغفرة مهما كانت ذنوبك كبيرة الله يغفرها عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الكبائر أيها الأحبة تهلك الإنسان ما دمت تتجنب الكبائر الربا عقوق الوالدين ترك الصلاة الزنا شرب الخمر معروفة يعني معروفة الكبائر معروفة في الإسلام شهادة الزور من الكبائر ما دمت تتجنب هذه الكبائر وتتجنب الفواحش مثل الزنا مثلا فأنت في خير وتفائل بالخير وينبغي أن تعتبر أو تعتقد أن هناك إلها رحيما يغفر الذنب ويأخذ به لتكون من هؤلاء الذين قال الله في حقهم وإذا ذكر الله وحدهش مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين لتكون من الذين قال الله في حقهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتانبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر